أعلنت شركة مجموعة سيكة الحديدية الوطنية الصينية يوم الجمعة أن خط سيكة حديد يربط بين مدينتين سيحياتين مشهورتين في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين سيفتتح أمام حركة المرور يوم الأحد ويمر الخط بسلسلة من المواقع ذات المناظر الخلابة ويتوقف في 13 مدينة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين ويربط مدينة ليتيان القديمة وجبل يولون الثلجي ومذيق قفز النمر وجبل هابة الثلجي والعديد من وجهات الصفر الشهيرة الأخرى ويمتد الخط 139 كم وكان قد واجه فريق البناء كافة الأنواع من التحديات الجغرافية والمشاكل الفنية ومع تشغيل سكة حديد ليتيان شانغريلا سيتم تقليل وقت الصفر بين المدينتين ليصبح ساعة وثمانية عشر دقيقة وكجزء مهم من شبكة السيكة الحديدية بين يونان وسيتزان سيساعد الخط الجديد على تهسين النقل في مناطق الأقليات العرقية مما يعزز الوحدة الوطنية واستقرار الحدود والتنمية عالية الجودة في يونان ترجمة نانسي قنقر